جماعة صحفية كل زملائنا اشتكوا النهاردة مرتبات احنا اقل فئة في المجتمع مرتباتها ضعيفة والناس طبعا تبص لصحفيين بيقبضوا مليارات فيش صحفيين غلابة والله العظيم غلابة مش عايز اقول لكم مرتبات تكسف مش عايز اقول لكم مرتبي كان في الاهرام مش عايز اقول لكم وان مدير تحريق جورنال يعني عدت في الاهرام قد اللي عدت في بيتي عشر مرات ممنعودش في بيوتنا قاعدين في المؤسسة كناش ورانا حاجة غير المؤسسة أربوها عشانين ساعة فمتخيلين مرتبات ضعيفة تحتاج الى صورة مين اللي هعملها مجلس لقاب الصحفيين المجلس ده دوره ينشغل بهموم الصحافة ولا ينشغل بخناءات وتصفيت حسابات ومعارك جانبية وبيانات مش عايز كل ده ولا يجيبنك ولا يأكلك يعيش زملائك عايزين يأكلوا عيش زملائك عايزين يشتغلوا زملائك عايزين مؤسساتهم تحميهم زملائك عايزين النقابة حض بتاع احنا دائما النقابة دي كنا دائما في النقابة لقاءاتنا وقت ما اي حد تعالوا تقابل في النقابة يلا راح نتغدى في النقابة نقعد في النقابة فين النقابة النهاردة مين بيدخل النقابة النهاردة اين هي النقابة قلولي عايزين ترجع النقابة كما كانت نقابة لكل الصحفيين مين مستغلوا عن النقابة مين خطف النقابة كفاية ست سنين تم خطف النقابة ترجع النقابة بيت لكل الصحفيين بيت لكل الناس بيت لكل المصريين وليس نقابة فئوية نقابة حزبية نقابة نشطاء كفاية نشطاء في النقابة وانا بقول كفاية مجلس النقابة لابد ان يعود مجلس نقابة مهني يدافع عن المهنة يدافع عن الناس كفاية اللي عايز يبقى ناشط وببر النقابة مش لد الناشط أخليك برة لكن يسيبوا النقابة للمهنيين أدعو الجمعية العمومية كل زملائنا من فضلكم التحدي قدامنا إحنا مسؤولين عن التغيير كلنا كل صوت فينا كل واحد فينا من فضلكم بناشد كل زملائي أعضاء الجمعية العمومية إحنا محتاجين عشان الجماعة تكتمل حوالي 2500-2600 إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله تكتمل بإذن الله ونجد للانتخابات يكون عندنا نقيب جديد وعندنا مجلس في ستة يدخل ستة لأول مرة أتمنى أنا شخصيا أتمنى أجد ستة جدد من المرشحين السبعين ستة اختياراتهم اختيارات مهنية واختيارات على أساس إنه هيدافع عن كل واحد فينا لم يبقى عندك أزمة لا تبقى أنا أتحدى عضو في المجلس يتكلمني أنا أكتر واحد الناس بتقدم فيه بلاغات وهم أنتوا عارفين بيقدموا فيه بلاغات ليه عايزين يقفلوا برنامج عشان مش عايزين تطلع عنهم أي حاجة ولا تقول عنهم أي حاجة ولا تتكلم أكتر حد فيك سأل في مجلس نقابة سأل إنه زميل صحفه كان عضو مجلس سابق وما كانش بيسيب حد في حد سأل لا نقيب ولا مجلس ده بالعكس ده كانوا بيحردوا ناس بعض عضاء المجلس اللي بيرجعوا تاني بيرشحوا نفسهم بيحردوا ناس يكتبوا بلاغات ضد زميلهم في النقابة عشان نقابة المجلس ياخد قرار ضدهم وأنا أعلم وقائع بالإسم أعضاء مجلس بيطرحوا نفسهم تاني عشان ياخدوا سيخة الجميع العمومية تاني وأنا هنا بقول لزملائي أعضاء الجميع العمومية وأستزدنا أعضاء الجميع العمومية خلوا بالكم من اللي بيطرحوا نفسهم تاني حردوا على زملاء ليكم بكتابة بلاغات وشكاوة لمجلس النقاب عشان ياخدوا إجراءات ضدهم فهل متخيلين ده ممكن يرجع تاني أو ده ممكن ترجع تاني ده أو ده أو ده أو ده حان وقت التغيير لمصاحة الجمعية لمصاحة الجماعة الصحفية لمصاحة المهنة حان هذا الوقت لكي نلم نفسنا نلم نفسنا كجماعة زي ما كنا كلنا كتلة واحدة كلنا مع بعض مش لازم نبقى كلنا على رأي واحد أبدا عمرها ما بتحصل ولكن على الأقل بنقابل بعض بنسلم على بعض بنجوز بقى حتى لو كل واحد فينا لي رأيه وده مهم جدا النهاردة الناس بقيت تحولت إلى يعني نهش في بعض عايزين نرجع المهنة نرجع النقابة للملمة الجروح اللي تسبب فيها مجلس حالي أو مجلس سابق أو المجالس المتعاقبة من 2010 من 2011 لحد النهاردة اللي هو التاريخ اللي هو كان صعبا للغاية أتمنى إن شاء الله وعندي ثقة جبيرة جدا إن شاء الله في لحظة التغيير اللي هتكون من جوانا من داخل الجماعة الصحفية نهاردة تعمل عليهم جزريا اشتري، ان شاء الله قد دخول على exception أول architect increasingly